وفي تونس أعلنت وزارة الصحة هناك اكتشاف ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى خمس حالات تم اليوم تأكد من ثلاثة إصابات جديدة بفيروس الكورونا في تونس وبذلك يرتفع العدد الجملي للحالات المتأكدة إلى خمس حالات ويومياً عديد الحالات المشتبهة نسوي ولها تحليل ونتأكد منها في المخبر المرجعي لعنا وبالطريقة هذه نجمو نصنفو الحالة الوبائية لعنا ونرشدو الآليات اللي نستعملوها للوقاية